ماجي بتحقق نفسها ازاي وانت مش هو موجود ومختفي طوالوقت يعني او معظم لوقت بره كنت تعاني شوية في الاول مع تربية الولاد عشان خاطر كيان كانت لسه مولودة ولسه صغيرة فهي التي تاخد بالها من كيان ومن مكة فانا انا قلت لها امتلا لو انت عايزت تعملي حاجة شغلة ليك انت لوحدك انا عايزت تعملي انا معاك 100% قلتلي انا حاسة ان في الوقت الحالي هي مش شايفة انها فكرة كويسة ليها بس قلتلي في الوقت المناسب هاقول لك وبتاعها وانا معاها 100% بس هي عمتا هي واخد بالها من رات جدا جدا وريبين او من بعض بحيث ان هي برضو ماجي من نوع اللي هي عايزت تتعلم طول الوقت دايما بحيث ان هي بتدخل تقرأ بتدخل تشوف حاجات بتبص انا بعمل ايه وعايزت تتعلم طول الوقت فده بيفدى هي عمتا وبيفيه الاطفال او او بس انا حاسة ان هي برضو بعد ما مكينت يعني يثبطوا الاثنين مع بعض ويروحوا المدرسة هتكمل بقى هتعمل حاجة هتعمل شهادة هتعمل دكتوراه هتعمل حاجة يعني ما عندهاش نشاط اجتماعي عندها صحابة هناك بتخرج مع صحابة هعملوا حاجات بنات مع بعض بقى ما اعرفش بقى بقى ماشي ازاي بس انا اتوقع برضو ان هي قدام شرائه هتبتدي تلعب الجمعيات الخيرية حتى لو نزلت مصر اكيد هتبرع في الموضوع انا حايمة ما بدغطش عليها في حاجة ما بدغطش علي حد في البيت بحاجة اللي عايز يعمل حاجة يعملها كله هتحر في حياته اه حياتهم انا ما بتحكمش في حاجة كله هتتحكم في حياته اهو ده بصوا الرول مودل بيقول كده القدوة بيقول كده لا تقبلوه اصلا مش محتاج ان انا اكبر حدي فيهم في حاجة حتى لما اجي اكلم مكة هتقول لي بص دي سيز ماي لايب دي حياتي متدخلش في حياتي والله مش في الشوكولات مش في الشوكولات والله العظيم انه حاجة رائعة العيال عندها هزا الوعي من بدري كده وفاهمين الفواصل والحدود كويس هاوي لا لا انا ما شاء الله هم امكة زكية وبتعلم بسرعة وكمان عشان بتروح للمدرسة والمدرسة بصراحة بتساعدها بشكل كبير جدا فحس ان هو المدرس فرقه معاها والمجتمع بساعدها بشكل كبير وهي ما شاء الله بشاطة يعني زكية فبتلقد بسرعة